شلل سياسي تتوسطه فوضى أمنية ونفوذ للميليشيات يزيد تأزمه الانهيار الاقتصادي عوامل متسارعة تجر العراق إلى الهاوية ما يتطلب حلولا سريعة وجذرية على رأسها تشكيل حكومة إنقاذ على أنقاض العملية السياسية التي تعد عمليا في آخر أيامها تقول صحيفة نيويورك تايمز إن انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا كلفا العراق خسائر فادحة ستتجسد معطياتها في عجز قريب للحكومة عن تغطية رواتب موظفي الدولة فإذا كان هذا الحال بالنسبة للموظفين فكيف بمئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين تركتهم أزمة كورونا في مهب الفقر والعازة دون معين ولا معيل ورغم أن العراق كغيره من البلدان التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وأزمة كورونا إلا أن مأساته ستكون أكبر بسبب الواقع السياسي المتمثل بالشلل الحكومي وغياب السياسات الحكيمة التي تديرها كذا أزمات تفضح هذه الأزمة حجم الفساد الحكومي الذي لم يتدخر لمثل هذه الأيام منذ عام 2003 فلسا واحدا من مليارات الدولارات التي أهدرت وضاعت في صفقات الفساد والسرقة إضافة إلى صرف المبالغ الهائلة لدعم الميليشيات خدمة للمصالح الإيرانية وفي ظل هذا التدهر الاقتصادي يبرز دور الميليشيات المعجل من هيار العراق من خلال تحويله إلى ساحة حرب بالوكالة دفاعا عن المشروع الإيراني المتصادم مع المصالح الأمريكية ليقع العراق بين سندان الأزمة الاقتصادية ومطرقة التخريب الميليشيوي وقد يزداد الوضع سوءا إذا قامت الميليشيات بالسيطرة الكاملة على بغداد وبعض مناطق العراق في حال مورست الضغوط عليها لتجريدها من سلاحها لتستنسخ بهذا التصرف تجربة ميليشي الحوثي في اليمن بحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية العراق يعيش أسوأ أيامه كما تصفها صحيفة نيويورك تايمز لكن هذه المحنة تعد درسا أخيرا تيقن من خلاله العراقيون أن إزالة المنظومة الحاكمة لم تعد حاجة سياسية فحسب وإنما أصبحت حاجة وجودية ترجمة نانسي قنقر